هاي اسبع الخير اسبع الخير لما نفقوا بعضياتنا ولا نتغلوا الاخترا بالسف اول حاجة كنت بازى عليها مش كتلقى معاشي انسان ولاشي انسان الاول مرة هي الوجهة تيالا ولا الوجهة تيالا بوم قضية تبتلاش من بعد ولو الناس في المغرب كنت بازوا على هل شعلانك في الكونطة بموكيخ ماذا موضوع نخليها المرة واحدة اخرى في الفيديو دا قدي نهطر عليك كيفاش تبتعت علميا انها كيمتلك تبتلشكل ديالوجه ديالك اللي انشا مهراتيش بيه لواحد الشكل اللي هو التكنيك مو جدا لجين القارن والمعايير شع الجامعة العالمية وكيفاش يمكنلك ايضا انك باش تتل الولاد تربيهم وتحضيهم باش يطلع الوجه ديالهم زوين وباش يطلعوا السنان ديالهم مقددين حيس شو المشكل ديال الوجه والفك والسنان واحد الحاجة اللي ما عندش علاقه بالجينات والعلاقه ديال باباك وماماك كديرين انتو علاقه بواحد الاساليب واحد الانماط اللي خصنا نتبعهم لابغيتي كل شي طالعام قاد واتش غد نشرحه بطيطة قبل ما يبدو الفيديو بابتنذكر بان الهدف اللي صحيبت على التواصل القناة هو باش نقد نستطع نعاون الحيوانات تطالة في المغرب الحاجة اللي قد دي وقت بزاف وجود كبير سيخشوه ان العدد ديالهم غرديوك يتزاد وطروف باش بيمكن ينوكلهم كاملين ولا انت ديهم طبعا في حالة شي مرض ولا ان شاء الله فيهم كاملين غادي انوك يقصحوا لو باجيش يتعاون يمكن لك دخل صندوق الوصف في الديسكريبسي انواتي تلقاه اللي كونت كيفاش يمكن لك التعامل على القناة شكرا ارجعو دا بالفيديو الجينات هي الجينات واش الوجه ديالك يحددوه الجينات والكنين عوامي الاخرى والكنو عوامي الاخرى واش يمكن لك شبتل شكل ديال الوجه ديالك بلا عملية بالاوالو كنشوفو فاد الميشيل هاد تري باش كنش عندو عشر سنين شكل ديال وجه ديالو مقارنة معه باش كنش عندو 17 العام وش دهور اللي ترى ليه النيف ديالو تقم قم والفك ديالو ارجع للور اللي كانو الخدمة دي الجينات هالي شد الجينات هادو دارو مزيين غير العشر سنين من بعد حبسو لجينا نشوفو الاصل ديال المشكل هاد ريباش كنش عندو عشر سنين كان عندو واحد اللي هامستر صغور وهو جاشو الحساسية منو هادشي اللي يخلاه ما يبقاش يتنفس من النيف ديالو يبقاش تنفس من الفم ديالو حاجة اللي يخلشو دي محل فمو بالطريق هادي نشوفو هاد الميشل شاعد جوش شاعد هادو واحد شكل دي الفك ديالو والوجه ديالو مكاد والاخر ما مكادش هادشي كنحضروه زيما بالقوانين اللي كيحددو الجمال العالمية والمشكلة فهدو انهم بجوجتو عم تشولدو فنفس الوقت واحد كان دار ليباق عادين والتشاني دار واحد الميزيوخ كي دير هاد طبيعي بادا اللي اسميتو دكتور جون ميو ما يمكن لكم تشوفوه الشاعد ديالو في يوتيوب واللي هو اللي بدا هاد القضية هاد ديال يمكن لك شكل ديال الوجه ديالك بلا عملية وهد الامشيلة ديل هاد البنج ولا ديل هدد دري هاد ديل كيفاش شكل ديالوجه ديلهم كيفكتشوفو في التصور بلا عملية بلا اولو هنالي كان اكزامبل حدا اخر ديال الى واحد البنج اللي شاي كان عنده واحد المشاكل فالوجه ديلها ونفس الطبيب بحل واحد الحاجة كتحط عليها مدة طويلة اللي خلط الفم ديالها يزيد الكتام ويتشكاد كيف كان شوفو في التصاور شني الحاجة اللي بخلي هاد شي اصلا يمكن باش كان جو نشوفو الشكل ديال الجوم بجوما اصلا كين هاد الخوية شاعدو و هاد الخوية شاعدو ماشي ماشي مسودين يمكن ليهم يتشبت لهم عالوقت و كان ينشي خويات في هاد الجومجومة اللي ما كيتسدو مية في المية تاك يوصل لك ستين عام سبعين عام يعني ما حدك باقي ما وصلتيش لجمك ما زال بإمكانك شبت للشكل وستخلك شو يغتش على وجه ديالك و هاد المعلومة شو ما اللي كيخدمون في الاركيولوجي باش يشوفو العمر شع الجومجومة شو يشوفو بسبب ديال الحواج بحال فالكتاب تاكس فوت تايقر كيهضر على ان الماكسيلة الماكسيلة هي ديالك اللي كينا في جهة النيف دياله يمكن لها تاكبون وصف بساك بساك نشوفو هاد الميشال هاده ديال انه بالإمكان ديال شكل ديال وجه ديالك تجبت للوخة تكون كبير هاد المراحة هديجاه هو واحد المشكلة في العضلة ديال وجه دياله الشي اللي يخلاها من تصورها اللي على الليسر شو اللي تصورها اللي على الليمن وخيها العمر دياله في ستين عام شكل ديال وجه ما عندوش علاقة بجينات وما عندوش علاقة بحاجة أخرى ومن أهم الأمشيل اللي كاينين في الدنيا هوا ستيفن هاوكينج شكل دياله على الليمن شكل دياله على الليسر بأن الوجه دياله الديفورما مع الوقت وهاد شي اللي غادي نشوفو في هاد التجارب اللي دارهم الدكتور ميونيت ودارهم على كتر من 12 الواحد في الأول كيف كان نشوفو البنت اللي على الليسر ما البنت اللي على الليمن كان اللي طلبت 6 سنين وكان اللي طلبت عام أدوك ديال عام عالش جودغية حيش كان كي دياليهم بحالواحد الحاجة كيف قلت في الأول كاعدتو عليها اللي كاتش خلي الوجه دياله هادي غير فعام اقتراش بأنها تفعل نيف ديال هالكتام وجاكات شاولين ديالها مزيان اللي هو كيفاش منها طلبت هادرها كاملة عطينا الموفيد بلا ما تدير عملية بلا ما تدير وارو واجهو أي واحد يقد ديرها والخاص لها بدي يكونوا شي ضروف تعجيزية ايا الصراحة القديك ارى في الطبيقة سهلة ولكن كاجب غير وقت هو أن اللسان ديالك قص يكون على طبقة الفوغانية على الفوم ديالك وأنه تبقى تورك عليها مدة طويلة سنانك تسدهم شكرا وتجعل ديال الفوم ديالك اللي هو سنين كل نهار تشده علي أنك بشواية ناس ستسنانك مزيان وغادي تحط لسنك على الثقاف وبحالي غادي تدفع ذاك الجهد اللي غادي يبلك ماشي شي حاجة اللي حسبوناها بالأعوام غادي اعطي فرق كبير في الوجه ديار وهذا شي بزاف ديالنا تجربوه ممكن لكم تلقاوه في يوتيوب بحال هذه الأمشلة اللي غادي نعطي لهم دايشين في يوتيوب اللي ممكن لكم تشوفوا المراحل ديال تقدم ديال الفوم ديالهم بحال هذا اللي كان اللي اعطي اللي عوكل بين 14 العام و 19 العام اللي كيفاش الوجه دياله تزاد الكتام وتشكاد ولا هادي اللي كليكم تشوفو الشين دياله رمكشوبة شمك وشايش رحاتش على بشحال من ساعة كانتش كدير في النهار باش الوجه دياله وصل لواحد درجة اللي هي راضي عليه ولا الميتشال تشالت اللي الناس بالسف كيعرفوه هو استرو سكاي شين ديالواق اللي وصل لشي تلشويش ألفابوني كيفاش من 14 العام ل 21 عام كيفاش الوجه دياله التفلوبة مع الوقت كيفاش الماكسيلة اللي هي احصائيات ديال القرر اللي فاجه بالنسبة الامريكان والستاتيستيك اللي ديرو جمعوا الناس اللي سنان ديالهم عوجين مع الناس اللي سنان ديالهم ماشي عوجين خمسة في المئة من الناس اللي سنان ومعوجين عارفين اللي كوز ديالهم باع كوند خستشين في المئة تشولوا تشين ديال بوبيولاسيون امريكانية ما عارفينش أصلا علاش الواحد سنان وعوجين دونك كان هنا شيء فشكل عشكل ياديزة قبل ما القرر اللي فاجه مكانش دونك مشا هاد السلح هاده هاد الدكتور هاده وهو يدير واحد واحد دراسه عندها علاقه بلماكله جمع تصور ديال شعوب وشعوب اللي قبل منهم اللي سكنوا في نفس الوقت واحدين كانوا كيف كان ناكلوا حنايا وواحدين عاشوا بذك الشي القديم اللي واكلين الماكلة دي الماكلة حضارية وماكلة رطبة هما دولي في التصور اللي علي من والناس اللي علي سر هما الجنراسيون اللي قبل منهم كيف كان شوفوك اللاحظو بان الجنراسيون اللي قبل اللي مدخلتش للمدينة سنن ديالها كانوا بغاية دي والجنراسيون اللي دخلات للمدينة وكلات الماكلة دي المدينة وعاش المعيشة دي المدينة سنن ديالهم تخسر بحل كنشوفو هاد القبائل اللي منهم افارقة منهم هونود الحمر ومنهم بزاف ديال الجنسير بحل هنها يو افارقة هادولي عليصر واللي عليمن راه بيجوجهم من نفس القبيلة ومن نفس الغيجية ومن نفس العائلة شكاه ولكن واحدين سنن ديالهم قاددين وواحدين سننلا عادون يجوج خوزين واحد عاش في المدينة وواحد معاش في المدينة السؤال لي أي واحد غدي يطرحو هو شنية العلاقة ديال المدينة? وشناية العلاقة ديال المعيشة دييع المدينة مقارنة مع المعيشة ديال العربية وهو شكين شي فرق? وشنوم العوامل اللي قخلوا الواحد زنانو يكونوا عوجين أصلا? أعد الدكتور هذا بسالة البحث دياله وخرج الواحد الحاصيله اللي هي نجينا نشوفه بسيطة اللي هي أن الماكلة دي المدينة ماكلة أرتبة إيا سيدي أرتبة وباش أشكر الماكلة أرتبة الفم ديالك ماك يديرش ديك الوظيفة دياله باش يقول لي صحيح ماك يلقاش شي صعوبة باش يعد ماك يلقاش شي صعوبة باش يتأضبطه ديش عالش للناس القدام وللناس اللي كانوا عايشين في القبائل كاللقى السنان ديالهم قادين والفك ديالهم كبير حيش كانوا كي يكلوا دكشي خضار كانوا كي يكلوا دكشي ديال الطبيعة كانوا كي يندغوا بزاف دكشي عالش دري صار بزاف ديال حالش كتلقاه مزار صغير وسنان وعوجين حيش ماك يندخش ماك يندخش نهائيا مولفينهم والديهم دكشي صعوبة حسوة دكشي مطحون دكشي زوين دكشي مكاد وكي يهملوا اهم حاجة اللي هي ندغ ندغ والماكلة الصلبة دونك لكتشي كتفكر بأنك هولاشي نهار سهل عليك ودرشي الولاد خاصك تلاحظ مزيان اش كتيرو اش كي ياكلو وسيخشو تحاول تخليهم مكلة اللي هي صلبة مكلة اللي كات تخدم لفك ماشي تخليهم معجازة دليهم دكشي زوين واللحم تخليه طيب وشي يدوب مكي لا مقاومة الاول وفي الفك ديالك او احنا اللي كنشوفو بعض من الجمال جيمي اللي قدام 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 بساف و السنان ديالهم مكادين السنان ديالهم مكادين و احنا اللي عايشين في واحد جنراسي اللي اللي عايلم واصل واحد طراشك تكتاش وخاكك السنان ديالنا ما زد بالسنان دياله مكادينش انا عندي بساف ديال السنان اللي عاجين معظم النس اللي ان قنا عراف عندهم بسنان هم عاجين ولا الفك ديالهم خارج ولا دير اللي باك ولا زيد وزيد وسيد وcé تليها جاهدة العطلة هاته اللي كيند فالفك ماء ما كاتش خدمش مزيان اتكشي الاش الواحد اللي بغه يحسن من اسنان دياله بوم لك شي كبير رد بالحلفات خاصك تدل لعباك ولا تعود سنانة كل شي عاجب حلقة ما لك شي كتفكر تلي الولاد حديهم زيان وما تشعطيهمش اي حاجة جاتك في البال غيره وما بيش يكونوا مرشاحين وقرام زيان على النيتريسيون وقرام زيان على الناس القدم كي كانوا كيعيشو والقضية ديل الفك وديل كيف تشبت للوجه عربين كيف خلها الدكتور ميو قال لك بمينة ربعة سوعة وتشميلية سوعة في النهار بشي بغيت ناس تحط لسانك على السقفة في فمك وغاديت ناس بلدوز السينين غادي بغلك الفرق مية في المية وبطبيعة الحال كان نصح اي واحد بانه يدخل لجوجل ويوتيوب يقلب على ميوين حيتي دي اسميتش التقنية هذي على كتبوها على اسم يدي لهاد دكتور مايك ميو ويشوفه راسه ويشوف دك شي يبلح اي واو وصلنا للنهاية دي الفيديو لو اصلش الهناي شبارك الله عليك بفرج اعدك اللايك أبوني شحال دبا أربعة شاليسة أبوني باقش بزة بش مصلول مليون أبوني باي باي